فأنا مش صالحة للعلاقة العطفية يعني أنا مانفعش في الحاجات لأن أنا باجي على حياتي على حياتي بشكل ده قرار يعني مش بعمل كده لا أنا بقرر أنه ما فيش حاجة خالص مهم خالص بقى فالحكاية دي بتبوز لي حياتي كلها حصلت مرة وبطلت وبطلت وأنا واستمتعة أكتر لأن كمالحكاية سنية شوي يعني أنا دلوقتي في سن مش بتاع حب بقى بالنسبة لأنا يعني حسب ما أنا سمع السيستم لا السيستم بتاعته مختلفة ما هيش علاقاته لأنه خلاص بقى الواحد بالسن أنا بالنسبة لي ممكن ما عرفش الآخرين بس أنا بالنسبة لي لسه حقوم وحط ميكاف والبس وانزل ونخرج ونسهر وبتاع ونرجع وكل يوم بقى الحكاية دي طب وشهري طب أنا عايزة نام طب أنا مش عايزة عام ميكاف طب أنا مش عايزة ألبس وانزل لأن أنا كمان من الناس الكسولة فعلا من أيام حد سيتي اتعودت خلاص على البيت يعني ما بحبش أخرج بجد إلا إذا كان عندي شغل بحبه للدرجة طبا ممكن مش لازم محب ممكن تتجوزي ويقعد معك في البيت مش لازم تخرجه وتروح وتسهره أنا تعودت تكون واحدة كمان يعني حياتي تستفت على كده على ده إنه أنا وابني وشغلي وحياتي ومكتبي والهوم آفس يعني خلاص قفلتي على دول دي جنتي يعني دي البرفكت لايف اللي أنا رسمتها لنفسي واللي كنت بتمناه ام